درويش الإسماعيلية والاتحاد السكندرية تتصدر هذه المواجهة المشهد في لقاءات هذه الجولة فالاتحاد السكندري لا يمر بأفضل حالته كما أن الإسماعيلي لم يحصد أي فوز بالدوري حتى الآن وتعد مواجهة الاتحاد والإسماعيلي من كلاسيكيات الدوري المصري فهذا اللقاء حدث لأول مرة بالدوري في النسخة الأولى عام 1948 وفازل إسماعيلي وقتها ثلاثة واحد ويحتل الاتحاد مع مدربه حسام حسن المركز التاسع برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وودع الفريق منافسات قاس مصر على يد سراميكا كروباترا كمودع كأس الرابطة من الدور الأول ويأمل الاتحاد تحقيق الفوز الغائب في آخر ثلاث جولات بالدوري ويسعى حسام حسن لمصلاح الجماهير زعيم الصغرى الغاضبة من سوء النتائج ويراهن الاتحاد على قدرات هدفه الأنجولي جوب مابلولو بجانب أحمد عادل الشهير بمسي الجناح الأيصر وأيضا خالد الغندور وكريم الديب لكن الإسماعيلي في موقف أسوأ مع مدربه حمد إبراهيم ويحتل المركز الأخير برصيد خمس نقاط ويأمل الدرويش تخط الظروف الصعبة وحصد الفوز الأول والاستفادة من عبور بوتروجيت في دور الـ 32 في بطولة كأس مصر بركارات الترجيع ترجمة نانسي قنقر